اشتركوا في القناة ومن سويسرا وزيرة الشباب والثقافة تستقبل وفدا من المنظمة الدولية للفرانكوفونية فشل بإعتاد حفل السلام الدولية في إفريقيا من العنوين إلى التفاصيل أهلا بكم استقبل فخامة رئيس الجمهورية الحق إسماعيل عمر قيلي السباح اليوم الظهر وفدا رفيعا لمستوى بقيادة رئيس الإدارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في سويسرا سيد إغنازيو كاسيا وتناول الطرفا خلال لقاء جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ولسيما سبل تعزيز وتطوير العلاقات القائمة بين الطرفين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين كما تطرق رئيس الجمهورية الحق إسماعيل عمر قيلي مع رئيس الإدارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في سويسرا مسألة تنشيط الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وتسهيل الاستثمارات وأخلق إطار بيئة مناسبة للتنمية والجدير بالذكر أن جمهورية الجبوتي توفر منصة للسوق الإقليمية والعالمية وتعد موقعا استراتيجيا في الساحل الإفريقية والآن نتابع تصريح رئيس الوفد السويسري مع الزميل فيصل لازهري أود أولا أن أعرف عن سروري بزيارة أحد أعضاء الحكومة السويسرية إلى جبوتي وذلك بعد 42 عاما من العلاقات الدبلوماسية القائمة بين البلدين وجاءت هذه اللحظة بالتقاء بوزير الخارجية وبرئيس الدولة وقد تحدثنا عن العلاقات بين البلدين والمصالح المشتركة والفوارق التي بيننا فمثلا نحن لدينا مواقع استراتيجية وجغرافية مهمة في قلب وسط أوروبا وأنتم أيضا تحتلون موقعا مهما يطل على البحر الأحمر وجسرا يربط بين العالم العربي والعالم الأفريقي وإذا تحدثنا عن الفوارق بيننا فلدينا نحن الجبال والشوكولاتة وأنتم لديكم البحر والسمك هذا وقد شخصنا معا طرق التعاون لتحسين التبادل الاقتصادي وتحديدا في مرور البضائع وكذلك التعاون في مجال الخدمات أمثال الخدمات السياحية والتعاون العلمي مثل مركز الوطني للبحر الأحمر معي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي سيد محمود علي يوسف أكد في تصريح لتلفزيون الوطني على الأهمية الكبيرة لزيارة المسؤول السويسري إلى الجيبوتي وقال مشيرا إلى أنه يتمتع بالخبرة في المجال السياسي في سويسرا وقد سبق وأن تولى منصب رئيس المجلس الذي يمثل منصب رئيس الدولة ولفت سيد محمود علي يوسف الانتباه إلى أن السويسرا هي عض وغير دائم في مجلس الأمن الدولي وأن هذه الدولة هي مثال يحتدى به في مجال التعايش بين مختلف المكونات المجتمع مما يخلق ظروفا مواتية للتقدم والازدهار وأوضح رئيس الدبلوماسية الوطنية أن السويسرا هي أيضا نموذج لبلد صغير استطاع تخطي تحديات جمع الأمر الذي عزز من مكانتها في الساحة الدولية كما أكد وزير الخارج والتعاون الدولي من جهة أخرى على الشراكة القائمة بين البلدين بما في ذلك الشراكة المرتبطة بالحد من التغير المناخي وأفاد بأن لقاء بحث تعزيز التعاون فيما يتعلق بالأبحاث العلمية لمكافحة التغير المناخي ملفتا إلى اعتماد بلادنا بالخبرة التي تمتلكها السويسرا في هذا المقالة الحيوي وأشار الوزير في ختام تصريح إلى نجيبوتي وجنيف ستعملان معا في القطاع المتعلق بترسيخ السلام والاستقرار الحد من الآثار السلبية للمناخ وغيرها من الملفات ذات الأولوية للدولتين استقبلت وزيرة الشباب والثقافة الدكتور هيبو مؤمن عسوي اليوم بممثلة المركز الإقليمي الفرنكوفوني للمنظمة الدولية الفرنكوفونية وذلك في إطار زيارة ودية وتناول اللقاء حول هذا وتقوم تلات المركز الإقليمي الفرنكوفونية تابعا للمنظمة الفرنكوفونية بزيارة عمل إلى البلاد حيث تناول اللقاء حول علاقة الصداقة وتعسيد التعاون بين الجانبين وتمحورة المحادثات التي جرت بين الوزيرة وضيفها حول العلاقات القائمة بين المنظمة الدولية للفرنكوفونية ووزارة الشباب والثقافة وتم للوفد تقديم وقدمت الوزير إضاحات مفصلة حول البرامج الجارية والمقبلة للوزارة مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية حققت النسخة الرابعة من الأسبوع المكرس للقراءة نجاحا كبيرا حققت النسخة الرابعة من الأسبوع المكرس للقراءة نجاحا كبيرا حيث شهدت هذه النسخة من عقاد لقاءات بين الكتاب والصحفيين والطلاب في عدد من المؤسسات التعليمية في جميع انحاء البلاد وبدأ الحفل الذي كان غنيا بتبادلات والمشاركات بقراءة القرآن الكريم ويأتي هذا الحدث في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز القراءة وتشجيع الشباب على انخراط في عالم الكتاب والقراءة هذا هو سمحت القراءة للطلاب الاستفادة من خبرة وتخصص الكتاب وكيفية القراءة وذلك بحضور شخصيات بارزة في مجال الفن والصحافة في بلادنا هذا هو قام الصحفيون بتبادل أسئلة مع الطلاب حول الجوانب العملية للصحافة مقدمين نصايح وأفكار لتطوير مهارات الكتابة لدى هؤلاء الشباب وذلك بهدف تعزيز الإبداع والقراءة لدى الطلبة في بلادنا ومن المقرر أن يستمر هذا الحدث السنوي في تنظيم لقاءات مماثلة بغية التطوير وتعزيز القراءة لدى هؤلاء الشباب برعاية أمانة الدولة المكلفة برياضة ونظمت الحركة الشبابية الموحدة بتعاون الوثيق مع الاتحاد الوطني قادة اللحياء الشباب ندوة تفاعلية مع الشباب تحت عنوان الشباب وتحديات الجمعيات الرياضية في اللحياء وتهدف هذه المناسبة إلى منصة من شأنها أن تسمح للاتحادات ونقبات بإيجاد حل للمشكلات المتعلقة بتنظيم البطولة الرياضية وتشكل هذه الندوة خطوة مهمة لإطلاق مبادرات تتعلق بتعزيز الانشطة الرياضية وبالتالي المساهمة في تنمية الشباب من خلال عمل الرياضي تناوب رؤساء الجمعيات على الحديث للمناقشة حول الصعوبات والتحديات التي يواجهها أو تواجهها الجمعيات وتحديد الحلول المناسبة لها وعربوا عن سعادتهم لنجاح هذه المبادرة التي تجمع الشباب وتبحث معهم التحديات التي يواجهها خلال تنظيم البطولات هذا والقى رئيس جمعية الشباب المتحدون كلمة عربة في مستهلها عن سعادته للمشاركة في هذه المناسبة أشكر أمين الدولة للرياضة للمشاركة معنا في هذه المبادرة وأشكر أيضا مجمل الجمعيات الرياضية الشباب المتواجدين معنا اليوم وتطرقنا إلى المشاكل التي تعاني منها الجمعيات وهناك خمسون جمعية عضوا في حركة الشباب واليوم نناقش كيف نواجه هذه التحديات ورغم القليل من المعدات التي نمتلكها يمكننا القيام بالكثير من الأعمال في الأحياء وذلك من خلال تقديم مساحات لشباب لممارسة الرياضة من جانبها أشادت الأمينة العامة لأمانة الدولة المكلفة بالرياضة بيهمية هذا اللقاء الهم الذي سيمكل الشباب من مناقشة المواضع التي تهمهم نتابع بداية أشكر الجمعيات والمستشارين وأعضاء أمانة الدولة للرياضة والقادة ورئيسة جمعية حركة الشباب ومدير الرياضة ومدير الملعب ونحن معنا اليوم كوادرنا والمستشارون والمدراء الذين يتطلعون على مشاكلكم ورؤساء الأحياء والرياضيون المنحدرون من الاتحادات والشباب ذو الاحتياجات الخاصة والصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية وجميع شرائح الشباب الجبوتي وكان الحوار مع الشباب مثمرا وقد وفرت دائرة جميع الوسائل لإنجاح هذا الحوار وتهتم دائرة بمشاكلكم ونقلها إلى أمانة الدولة السيد حسن محمد كامل والذي سينقلها بدوره إلى كبار المسؤولين والآن نتابع هذا التقرير الذي يسالط الضوى حول فضائل شهر مضان المبارك ولسيما العشر الأواب شهر رمضان المبارك هو شهر التاسع من التقويم الإسلامي ويكتسي أهمية خاصة في ديننا الإسلامي ويجب على المسلمين خلال هذا الشهر المبارك الصيام في نهاره كما يستحب قيام ليله بالصلاة والاستغفار وإنفاق الصدقة والإكثار من الأعمال الخيرية والتهلي بالصبر والتقوية العلاقة مع الله خلال هذا الشهر المبارك ويسلط هذا التقرير ضوى على أحكام شهر رمضان المبارك وأهميته وفوائد الصيام وفضائله وخاصة أهمية العشر الأواقر من هذا الشهر من خلال المداخلات المختلفة من المشايخ التي تمكننا من تسجيلها قدموا لنا لحة عامة عن فضل هذا الشهر الكريم والدور الذي يلعبه هذا الشهر في تعزيز الأخوة لدى المسلمين في جميع الحياة العالم وينقسم الرمضان إلى ثلاث فترات كل فترة منها تتألف عشرة أيام وكل فترة لها ميزتها وبحسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اليوم الأول إلى اليوم الآشر فهو فترة الرحمة ومن اليوم العاشر إلى اليوم العشرين الموافق العشر الأوسط من رمضان في فترة المغفرة والأيام العاشرة الأخيرة هي فترة عطق مسلمين من النار وعلى عكس ما يعتقده الكثيرون فإن شهر الرمضان المبارك في الإسلام ليس من الأشر الحرم نحن نعرف أن الأشر الحرم التي ورد ذكرها في القرآن الكريم هي أربع منها دو القعدة ودو الحجة والمحرم ورجب خلال هذا الشهر يجب على المسلمين أن يكثروا من الصلوات والدعاء والتضرع وذكر الله تجدل الإشارة لأنه وفقا للآيات القرآنية والأحاديث النبوية في أول ليلة من شهر الرمضان تسفد الشياطة وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران يؤكد الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جعل هذه الفترة لحظة التواصل وصلاة مكثفة ووفقا له فإن هذه العبادة هي ممارسة النبوية المستحبة للغاية تسمى السنة المثبتة وكذلك الصدقة في شهر الرمضان المبارك أعظم أجرا من الصدقات الأخرى ولهذا السبب يضعف المسلمون جهودهم خلال هذه الفترة لاستفادة القصوى من الوصايا النبوية المتعلقة بهذا الشهر شهر رمضان هو شهر الذي أوله رحمة وصده مقفرة وآخره عطق من النار ومن الواضح أن القرآن الكريم نزل في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك التي فيها ليلة القدر تسمى الأيام العشر الأخيرة أيضا العشرة الأهم للمسلمين الذين يكرسون أنفسهم لصيام شهر رمضان المبارك العشرة الأخيرة من هذا الشهر الكريم بالنسبة للمسلمين هي الأكثر أهمية وفقا للقرآن والسنة الإسلامية وفي هذه الفترة تكون فيها ليلة القدر خير من ألف شهر بحسب الصورة التي تحمل اسمها وختاما كونه شهر المبارك فإن شهر رمضان هو وقت للتواصل والصلاة المكثفة هي فترة تتطلب الكثير من الجهد والتضحية والانطباط وكذلك أعمال العبادة مثل صلاة التراويح والتهجد وكذلك تعزيز إيماننا إلى ساحة الدولية تصدت القوات المسلحة في هيتي هجوما على البنك المركزي الهيتي في العاصمة التي تسيطر العصابات على القسم الأكبر منها نتابع المزيد صد هجوم على البنك المركزي الهيتي في العاصمة بور اون بريس التي تسيطر العصابات على القسم الأكبر منها وقتل عدد من المهاجمين حسب ما أفادت وكالة فرانس اون بريس الثلاثاء والبنك المركزي من المؤسسات النادرة التي لم تغادر وسط العاصمة حيث تنشر عصابات مسلحة الخرابة والفوضى وصرح مسدر في البنك المركزي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس بريس أن مجموعة من قطاع الدرق هاجمت المقر الاثنين وأضاف تمكن عناصر الأمن بالتعاون مع قوات الشرطة والجيش من سد الهجوم وقتل ما بين ثلاثة وأربعة مهاجمين وتابع أن أحد عناصر الأمن التابعة للبنك المركزي أصيب بالرصاص من جهته أعرب البنك المركزي الثلاثاء على منصة أكس عن امتنانه العميق لعناصر الأمن والشرطة الوطنية على تيقذهم والتزامهم الثابت بحماية مجتمعنا أعزائي المشاهدين بهذا قد وصلنا لنهاية النشرة أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة أترككم في رعاية الله صوما مقبولا وإفطارا شهية أترككم في رعاية الله مجددا إلى اللقاء اشتركوا في القناة